اهلا بكم حلقه جديده وبرنامج ايه الحكايه حلقه السبت 10 يونيو 2023 هبدأ معاكم حلقه النهاردة والله وكأنه حسيتش ان انا كان بقالي اربع ايام تقريبا مش موجوده معاكم كانتوا بصحبه عماد ومبارح كان نادر فتوح الزميل العزيز لان يوم الاتنين ودي اخر حلقه انا كنت بتكلم على الجدل اللي موجود في الساحة المصرية دلوقتي بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة وخليكوا فاكرين ان الحمد لله كان عندنا انفراد بهذا الخبر من حوالي اسبوعين وطلعنا واتكلمنا عنه وقلنا ان في نية لدى النظام المصري بتقديم او تبكير موعد الانتخابات الرئاسية وانها تتم في نهاية هذا العام نهاية عام 2023 وليس الموعد المقرر لها في مارس او ابريل 2023 شرحت لكم الكلام ده وقلته لكم معلومات خاصة بقناتنا قناة الشرق وببرنامجنا برنامج ايه الحكاية وكنت معاكم في الحلقة دي واتكلمت كمان في نفس الحلقة عن ازاي هيتم اخراجها فكرة اننا نعمل انتخابات برلمانية فكرة ان الاستاذ دي يا قرشوان وقت جلسات الحوار قال ان احنا عايزين نرجع المحليات ويبقى في انتخابات محليات قلنا ان دي هتبقى فرصة كويسة والنظام هيقول احنا عملنا كده عشان يبقى توفير للنفقات وتوفير للجهد وتوفير لامور كتيره ومش هتفرق كتير يعني شهرين ثلاثة ومش شهرين ثلاثة الحياة ومحوالي اربع او خمس شهور فرق عن موعد الانتخابات في موعدها او تبكيرها لنهاية الفين تلاتة وعشرين وطلعنا واتكلمنا وشرحنا الفكرة بصورة جيدة جدا هوب طلع الاستاذ دي يا قرشوان وقال كذبين كذبين مفيش انتخابات رئاسية مبكرة وان هيكون في بس فتح باب الترشح هيكون في اكتوبر او نوفمبر وخدنا تصريحاته وطلعنا اتكلمنا واتكلم معانا الدكتور ايمان نور وقال ان الكلام ده غير صحيح والكلام ده غير دستوري وفتح باب الترشح بيكون قبل نهاية مدة الرئاسه بحوالي مية وعشرين يوم وقال ان الكلام ده مش صحيح وده معناها ان الاستاذ دي يا قرشوان غير مطلع على الدستور بصورة كافية وخلاص لقينا النهاردة تاني النهاردة تاني الصحفي القريج جدا 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 من النظام ومن كل نظام الحقيقه عشان اكون برضو كلامي بيتقال صح قوي الصحفي المقرب من اي نظام بيجي في مصر النائب البرلماني مصطفى بكري طلعوا تكلم وقال ان في نية لدى النظام في مصر لعقد انتخابات رئاسية مبكرة وقال لك ان الانتخابات الرئاسية المبكرة دي هتكون في نهاية هذا العام ومش هتكون في بداية او الربع الاول من العام المقبل كما هو المفروض مقرر ديه كلام ده اتنشر في اكتر من موقع واتنشر في اكتر من جريدة وكمان هو قاله في البرنامج بتاعه بتاع حقائق واسرار اسم البرنامج والله يعني بيحسسني كده ان انا بتفرج على جمعة الشوان بتفرج على دموع في عيون وقحة بشوف رقفة الهجان حاجة كده تحسها حاجة كده مخابراتية قوي اصرار وحقائق قال الكلام ده في الاسرار وحقائق ولما نسمع مصطفى بكري ما ينفعش تسمع من الودن دي واتطلع من الودن التاني عشان نكون متفقين لما تسمع مصطفى بكري اسمع وراكتس بكلامه تعالوا نشوف مصطفى بكري قال ايه كل يوم بنقرب من انتخابات الرئاسية من الجننين ليه مصر ليه تبقى مستقرة ما احنا نلاقي اي فرصة ونلاحها نيجي بكري ونلحقوا انتخابات تزورت يا مجتمع يا اوربي تعالوا لا يا حبيبي من دلوقتي احنا عندنا اشراف قضائي والدولة المصرية قررت تعمل الانتخابات الرئاسية قبيل نهاية هذا العام عشان الاشراف القضائي وفي كل لجنه هيجي القاضي ويجيب مندوب المرشحين ويفرز قدامهم وتطلع النتيجه العامه بشفافية يا رب يا رب يعني يعني ادينا من طولة العمر في اللحظه اللي نشوف فيها انه عندنا انتخابات الناخب بيدخل من دول من غير لضغط ولا ترهيب ولا اي حاجه ورايح عشان عارف انه صوته هيفرق وياخد الورقه ويدخل ورا السطاره كده ويعلم على اللي هو عايزه ويقفل الورقه ويحطها في الصندوق ونيجي بعد الساعة الخامسه يقولك قفلنا خلاص الوقت نبدأ في الفرز ويبقى الكاميرات وقفه وبتصور وكل مرشح موقف ناس من معاه موجودين وبيحضروا عمليه الفرز وبيطلع وبيسجلوا وبيبقوا عارفين يا رب يا رب مش بعيده علينا مش بعيده علينا ابدا ابدا ده كل اللي كنا بنتمنىه من قبل 2011 في 2011 دي كلها يعني كانت امتداد للامل ده فالنهاردة يطلع يكلمنا عليه الاستاذ مصطفى باكري ويقولك شفافية وقضاء واشراف نتمنى بس يعني عشان يبقى الموضوع حقيقي خلي الاشراف دولي وده مش تشكيك ابدا 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 في القضاء بس يعني الاشراف الدولي ممكن يدي طمأنينه اكتر واكتر المشكله الكبيره جدا 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 في كلام الاستاذ مصطفى باكري اللي بيقوله الحقيقه هو ان الناس ما بقاش عندها ثقة خالص في النظام لو طلع وقالهم انتوا بنفسكوا قافوا واحضروا عملية الفارز الناس ما بقى عندها عاش الثقة دي بقوا مخايفين بقوا متشككين تشوف التعليقات يقولك اي انتخابات فيها رأس النظام الحالي دي ممكن ما تبقاش حقيقية دي اكيد مزور دي اكيد معروفه نتيجتها مقدما ده وده 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 الناس فقدت الثقة فقدوا الثقة مش بس في النظام فقدوا الثقة في اي حد ممكن يكون حقيقي ويقول انا عايزه ترشح بجد يعني انا بشوف الهجوم اللي بيتعرض له النائب احمد التنطاوي اغلبه لمجرد انه هيشارك في انتخابات او عنده النية في انه يشارك في الانتخابات دي فده لا ده بيكمل المصرحية اللي بتتعمل دي بقت مشكله كبيره مشكله كبيره جدا 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 الناس ازاي هتستعيد الثقة مره اخره في الكوادر السياسية في رؤساء الاحزاب في الاشخاص اللي لديهم القدره والكفاءه انه يكونوا مشاركين حقيين دي مشكله تانيه لكن النهارده برضو في فيديو للاستاذ محمد الباز واتاخد في اكتر من موقع قبل ما كمل بس موضوع مصطفى بكر هارجعله بس النقطه دي مهمه شويه النقطه دي مش هي المره الاوله مش المره الاوله اللي قال فيها انه ربما في الانتخابات الرئاسيه المقبله انها تكون بدون عبدالفتاح السيسيه وانه ربما عبدالفتاح السيسي ليس لديه الرغبه مره اخره في الانتخابات او دخول خوض الانتخابات لان الحمل بقى تقيل الصراحه بقى تقيل قوي احنا وضعنا الاقتصادي يعني لو في تفكير حقيقي لو في عقل انفت بجلدي انفت بجلدي عشان ما بقاش اسمي سبتها وهي خرابه بكلمكم بكل وضوح لو في شوية عقل ده اللي لازم يتم فالاستاذ محمد الباز طلع اتكلم وقال انه بيتوقع انه ممكن يكون في مفاجآت في الانتخابات المقبله تعالوا نسمعه وقال ايه بالظبط؟ الدولة عندها حزبة معينة يعني انت بكل المقيس الرئيس هفتاح السيسي حتى الان حتى الان المتوقع انه يرشح نفسه الفترة القادمة المتوقع بالنسبة لي اه في بعض التجمعات اللي بدأت ايه يعني تطالب بانه الرئيس يرشح نفسه في الانتخابات القادمة هل ممكن تبقى في مفاجآت مثلا والرئيس السيسي ما يرشحش نفسه كل شيء وارد لكن انا زي ما بقول لحضراتكم التوقعات قراءة المشهد انه الرئيس سيتقدم الى الترشح في انتخابات الفين وعشرين اللي احنا عرفنا كده الفين وعشرين الكلام ده مش اول مرة يتقال الكلام اللي طلع الاستاذ محمد الباز وقاله ده كان البس المباشر اظن ده مش من البرنامج ده في البس المباشر اللي بيعمله اظن كل يوم جمعة على صفحته عادة بيتكلم في امور بعضها سياسي بعضها اجتماعي بعضها فني الكلام ده لما يطلع النهاردة من شخصية زي محمد الباز شخصية عندها مساحه قريبة جدا من الاحداث في مصر ما ينفعش برضو اننا نتجاهل الكلام ده والكلام ده برضو تاني بأكد انه مش حصري للدكتور محمد الباز الكلام ده اتقال قبل كده من الاستاذ محمد انور السادات لما قال بيتوقع ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يكونش من ضمن المرشحين في الانتخابات الرئاسية لمصر 2024 ونفس الكلام اللي قالوا واكدوا اكتر من مرة الاستاذ هشام اسم ووصف ان ده ممكن يكون بسبب الحاله الاقتصادية اللي موجوده فده كلام ما ينفعش اننا نتجاهله لما نسمعه لما نسمع الكلام ده ما ينفعش اننا نتجاهله الدكتور ايمان نور الحقيقه كتب تعليقا على كلام الاستاذ محمد الدكتور محمد الباز خلونا ندي الناس الصفات الدرجات العلميه الخاصه بها الدكتور محمد الباز قال تعليقا على كلامه كتب الدكتور ايمان نور وقال وارد ان تحدث مفاجئات ولا يرشح السيسي نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة هذا ما اشار اليه الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز وهو ايضا احتمال سبقه وان المحنا اليه وصرح به عدد من السياسيين مثل هشام اسم ومحمد انور السادات ورغم سيغة الاحتمال التي وردت في كلام الدكتور محمد الباز الا انه احتمال جدير بالاهتمام لو ورد من اعلامي ليس بعيدا عن دوائر القرار واكد على الاحتمالات الخمسة نعم ربما يكون الامر في اطار بالونات الاختبار للرأي العام الداخلي ووسيلة للضغط على دوائر اقليمية وربما يكون اتجاها لدى بعض دوائر السلطه التي تدرك اكثر من غيرها طبيعي التحديات المرحلة القادمة وربما يكون استجابه لاشارات اقليمية لم تعد سرا وتشف عنها بوضوح الشهور الاخيرة وربما يكون السيسي نفسه ادرك ان هذا هو القرار الصحيح في هذا التوقيت لو فعلها السيسي سيكون اتخذ قرارا صحيحا وزكيا بعكس معظم التوقعات التي تتماشى مع المعلوم عن شخصيته واخيرا وفي النهايه مثل هذا القرار لابد ان يعلنه السيسي بنفسه وعلى لسانه ولابد ان يسبقه سلسله من الخطوات سنشير اليها لاحقا وفي وقت اخر الحقيقة هيحتاج سلسله من الضمانات سلسله من الضمانات للخروج الامن انا بكبص يعني بصراحه لا اتوقع ان يفعلها الا بضمانات فعلها فهو قرار زكي زكي جدا جدا والافضل لكن ازاي وكيفه الله اعلم الايام اللي جاية اكيد هتثبت لنا حاجات كتيره لانه واضح كده انه مبقاش فيه سر في مصر الاحداث بقت تجري بشكل سريع وبتم بشكل برضه سريع جدا فمبقاش فيه حاجه سر خالص قالك انتخابات رئاسية مبكرة وبنجهز حسان بدراوي لا مش حسان بدراوي لا ما حصلش مفيش وطلعنا واسبتنا ان لا كان فيه تواصل مع الدكتور حسان بدراوي وده ما يقللش من قيمة الدكتور حسان الرجل محترم وله احترامه خالص بيجهزه ومعرفش في مين تاني وقلنا لا ده يعني طموح طموح مشروع يعني كل ده مبقاش سر مبقاش فيه حاجه سر في مصر سبحان الله الفتره دي هي كلها بتخرج في اطار التسريبات في اطار افريكا انتليجنس في اطار مش عارف بس مباشر بمناسبه البس المباشر الدكتور محمد الباز هو حزف البس واعتقد انه حزف البس المباشر اللي مدته حوالي ساعة ونص او ربما اكثر بسبب الكلمتين اللي قالهم دول على الانتخابات الرئاسية المبكرة وعلى توقعاته بان رأس النظام المصري لن يكون ضمن المرشحين لانتخابات 2024 وبأكد على كلام الدكتور ايمان نور وارد وارد يحصل اي حاجه الوضع في مصر مربك في توطر في صراع كبير بيحصل بين الاجهزه في الدوله وارد كل حاجه وارده جدا 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 فتره اللي فاتت شفنا حاله من الخزلان اللي حصلت للنظام المصري وتحديدا لرأس النظام المصري بسبب الازمة الاقتصادية وزياراته اللي تقررت الى دول الخليج في محاوله لدعم الاقتصاد المصري وده ما حصلش شفنا تصرحات فيها شيء من التعالي والبجاحه كمان يعني لو اجاز التعبير من مسئولين في دول الخليج عن دعمهم لمصر ان مفيش حاجه بدون اصلاحات ومفيش حاجه بدون مقابل ومفيش حاجه الا لما يكون في استثمارات وضمانات ولهجه الحقيقه جديده علينا احنا كمصريين ان نسمعها من يعني دول الجوار اللي دعمت النظام عشر سنين بتدعم فيه بكل قوه وبكل بزخ فاللهجه الكام شهر اللي فاته فعلا متغيره ارجع للاستاذ مصطفى بكري اللي طلع وتكلم عن الانتخابات الرئاسيه المبكرة وده تقريبا كده ردا على الاستاذ دياء رشوان اللي طلع قالك لا مفيش انتخابات رئاسيه مبكرة يا استاذ دياء ده انت الكلام اللي انت بتقوله ده معناها ان انت مش قاري دستور مصر يعني فيه انتخابات وفيه يعني اشارات كتيره بتشير الى ان ممكن يكون فيه انتخابات رئاسيه مبكرة بين اكتوبر ونوفمبر او نوفمبر وديسمبر على اقصى تقدير فطلعوا الاستاذ طبعا مصطفى بكري انه يحاول هو يصلح الاخطاء اللي وقع فيها الاستاذ دياء رشوان الاستاذ مصطفى بكري كمان بيقول انه بيتوقع انه يبقى مش بيتوقع لا قلاش يتوقع دي قالك ياريت ياريت يبقى عندنا خمس مرشحين لرئاسه الجمهوريه واللي عايز يترشح محدش هيمنعه تعالوا نسمعه وانا بدعو كل من يريد ان يرشح نفسه للرئاس الجمهوريه كل من يمتلك في نفسه القدرة على الترشح كل من لديه برنامج حقيقي ما تبقاش المسألة فرق علوز اي حد عايز يدخل يدخل ما حاش يبنعه بس انا بقول يعني انت جاد في انتخابات رئاسية يكون عندك برنامج عندك بدائل تقولينا هنحل الازمات ازاي هنواجه التحديات ازاي ده امر طبيعي تداخل انتخابات وجايز ما نعرفكش او جايز نعرفك بس ما نعرفش برنامجك فلازم تكون كده ومحدش هيقول لحد ما تزلش انتخابات رئاسية ياريت يبقى عندنا ثلاثة اربعة خمسة ما فيش مشكله انزل انزل يا سيدي لديك رؤية اهلا وسهلا طب ما احنا عندنا حد قال انا هنزل عندنا الاستاذ احمد التنطاوي قال انه عنده النية ومجرد ما قال انه عنده النية وهي وهو في بلد تاني خالص شفنا اعتقالات حصلت للخال للعم لمجموعة من الاصدقاء شفنا كان في مكتبه وعمل اجتماع وفي مجموعة رايحين يقعدوا معاه اتقفض عليهم من تحت المكتب يعني لا ده عشان اتقدم لازم يبقى متوافق علي عشان اتكلم من دماغي هدفع تمن كلامي من دماغي عشان نتكلم بصراحه ما تقوليش اي حد عايز يترشح وعادي حد عايز يقدم اهلا وسهلا ومحدش هيمنعه لا لا ما بتضرش الامور كده في مصر ما بتضرش كده خالص الحقيقه ومش الكلمتين اللي هيقولهم الاستاذ مصطفى باكري دل هم اللي هيخلونا نسده ويقول والله شاكلين دخلين على شفافيه زي ما هو بيقول لأ 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 عشان بس يعني ايه نحافظ على اختيار الفظنة لأ مش هيحصل بمناسبه بقى الكلام اللي قالوا الاستاذ مصطفى باكري طالع علينا النهاردة الدكتور الدكتور عبد السند يماما رئيس حزب الوفد وقالك ان هو عمل اجتماع في الحزب عنده واجتمع مع عدد من القيادات اللي اه في الحزب والقيادات دي اه وعددهم خمسين كتبوا جواب بيطلبوه فيه بالترشح لرئاسه الجمهوريه المصريه قالك كده في الخبر والله يعني ده الكلام ده اللي نشره موقع القاهره 24 قالك ان كان فيه اجتماع مؤخر مع قيادات من الحزب عشان بيناقشوا دخول الحزب الانتخابات الرئاسيه والقيادات وقعت على وقعوا على جواب ورغبه منهم مكتوبه لترشح الدكتور عبد السند يماما مرشح للحزب خلال الانتخابات الرئاسيه المقبله وعبد السند يماما من ناحية تانيه قال انه هيعمل اجتماع موسع لان اعضاء الهيئة العليا والقيادات قالوا له احنا عايزينك تكون معانا في وتقدم نفسك وتمثل حزب الوفد في الانتخابات الرئاسيه القادمه وقال ان الاسبوع اللي جاي هيعمل اجتماع هيجتمع فيه مع كل اعضاء الهيئة العليا وهيحسموا الامر هيحسموا الامر المحسوم بالمناسبه يعني هيحسموا الامر المحسوم والحقيه هنا انا بوجه رساله لكل اعضاء حزب الوفد وانا مش وفدية الحقيقه عشان اقولكم يعني انا مش وفدية رغم ان انا طبعا انتامل المدرسه الليبراليه بصوره كبيره جدا يعني لكن ما انضمتش عمري لحزب الوفد ولا كنت من القريبين حتى في حزب الوفد باي شكل لكن رساله مخلصه لاعضاء حزب الوفد والهيئة العليا في حزب الوفد يعني انا بطالبكم ان انتو تعملوا انتخابات مبكرة لتغيير رئيس الحزب ده اولا يعني احنا بنتكلم النهاردة على واحد فجأه بقى موجود في رئاسة حزب حزب كبير وحزب عريق زي حزب الوفد يعني مكان مصطفى النحاس عبدالسند يمامه مكان سعد زغلول عبدالسند يمامه اه طبعا هو جاي بعد بها ابو شقه تمام وده في حد ذاته يعني كان تقدم ظاهريا او تقدم سوري لكن الحقيقه دي كارثه والكارثه الاكبر لما اقول ان الشخص ده بيفكر فعلا انه يتقدم لرئاسه الجمهوريه هنا بقى هتبدأ الحاجه ايه تفقد معناها بصراحه وهتبوخ هتبقى حاجه بايخه وما بتنقاش نبنتكلم على انتخابات رئاسيه احنا بنتكلم على مصرحيه مصرحيه سخيفه جدا 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 باخراج النظام بكلمكم بكل وضوح دي كده تبقى مصرحيه بايخه ونتوقع مزيد من البواخه في الفتره اللي جاية كده تبقى سخفه قوي احنا قدامنا حجه من الاتنين انتخابات القسايه مبكرة ودي بقت محسومه عندنا الانتخابات فيه قراء عبدالفتاح السيسي هيكون موجود في الانتخابات عبدالفتاح السيسي مش هيكون موجود في الانتخابات بقى موجود في الانتخابات احنا بنكمل في مسرحيه مسرحيه دمها تقيل عبدالسند يا ماما معرفش حسن بدراوي ولا مين غيره هنبدله مع مين تاني والخمسه اللي بيتكلم عليهم الاستاذ مصفى بكري غالبا هتلاقيهم غالبا هتلاقيهم خمسه زي ما هو اشار كده بالزبط فيعني يعني المفروض حتى ان رئيس مصر كرزمة شخصيه قياده مش مية لا لون لا طعم لا رائحة عشان نقول عبدالسند يا ماما كمان يعني هكمل معاكم في كلام الاستاذ مصطفى بكري ولي بيتكلم ان ممكن يكون في حملات ممنهجة في الفترة القادمة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة احنا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا من اللجيان الالكترونية لطيارات بعينها بنشوف اكاذيب عديدة جدا وده مخطط اوعت الفكرون ده كلام فاضي انا متوقع الحملة تزيد علينا في الانتخابات الرئاسية هنسمع تطاول من بره ومن جوه وتشكيك كل حقه وما خدتوش غير الكبار وما خدتوش غير كذا وما خدتوش غير كذا احنا بنشوف يعني الحقيقة فكرة الحملات ما هياش حملات مفتعلة وما هياش حملات يعني بيتم تألفها طول الوقت مصر بتتعرض لانتقاد شديد جدا جدا وده بسبب تردي الوضع الحقوقي بسبب تردي الوضع الخاص الوضع الاقتصادي بسبب بسبب امور كتيره امور كتيره يعني هما اذا كان فيه هجوم بيحصل على النظام في وقت من الاوقات اذا كان فيه حتى مننا احنا انتقادات طول الوقت بتوجه للنظام هي مش حاجات مش في محلها كلها في محلها مين يقول مين يقول ان لغاية النهاردة احنا عندنا معتقلين بقالهم عشر سنين عشر سنين جوه المعتقلات لمجرد ان هما تابع النظام السابق بس دي كل تهمتهم عندنا ناس اتنست جوه المعتقلات لمجرد ان هما في وقت من الاوقات فكروا ان هما يترشحوا للانتخابات الرئاسه افتكر مين ولا مين افكركم مثلا ان كان عندنا زابط مصري لسه الغاية النهاردة جوه المعتقل اسمه احمد كنصور افكركم باللي حصل مع الفريق سامي عنان ده ردا بس على كلامه اللي بيقولك محدش هيمنع حد انه عايز ترشح الناس دي لما قالوا احنا عندنا نية اننا نترشح للانتخابات الرئاسية ودول اتنين من قلب المؤسسه العسكرية ده غير بقى المدنيين الكتير جدا جدا حدثوا ولا حرج خلوا الناس حطا لسنها ببقاءه وما بتتكلمش ناس اعترضت على باعت رانو صنافير قعدوا مدة داخل المعتقل السفير معصوم مرزوق الاستاذ يحيا الدكتور يحيا الازاز الدكتور يحيا حسين عمد الهادي وغيرهم 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 اكلمكم على المعتقلين اللي في المعتقلات من 2013 لمجرد انه هم كانوا من جماعة الاخوان ولا قريبين من جماعة الاخوان اكلمكم على عبد الملعم ابو الفتوح الراجل اللي تجاوز السبعين من عمره حالته الصحية كل يوم في النازل افكركم بواحد اسمه خيرت الشاطر اللي في يوم من الايام كانوا بيقولك لا ده خيرت ده هو اللي بيحكم مصر الراجل تنسى جوه المعتقل محدش بقى يجيب سيرته افكركم بالراجل اللي صلح منظومه التموين كلها في مصر اللي اسمه باسم عوده افكركم بمين ولا بمين ولا بمين وتيجي تقول حملات من الخارج لانتقاد شخص رئيس رأس النظام المصري الموضوع مش محتاج على فكرة حملات ممنهجه ولا حملات مموله زي ما الاستاذ مصطفى بكر ده بيتوهم حاجات كده مش حقيقية يعني انت عندك افعال يعني لو في دول تانية تطور فيها رقاب تفتح محاكمات لأكبر واحد في النظام لكن احنا ما عندناش الكلام ده فالدنيا بتعدي سهله يعني الاستاذ جمال سلطان اتكلم وقال لم يحدث في مصر منذ تأسيس الجمهورية انه قرر رئيس الجمهورية ان يجري انتخابات رئاسية مبكرة وهو في السلطه خاصة وان جميعها من اولها الى اخرها انتخابات مزورة شكرا تحدد نتائجها المؤسسه الامنية قبل التصويت نفسه باستثناء انتخابات الفين واثناشر فما الذي دع السيسي للتفكير في انتخابات رئاسية مبكرة هذا العام وهو يملك الدولة بما عليها يا سلامي ايه الكلمه دي يملك الدولة بما عليها وبما فيها ومن فيها وبياده الجيش والشرطه والمخابرات والصحافه والاعلام والبرلمان والاقتصاد والمؤسسات الدينية ما الذي يقلق الجنرال ما الذي يقراء في مصر بالضبط ايه اللي بيحصل في مصر بالضبط يعنا ايه اللي بيحصل في مصر بعض يعني مش لازم ان كله كده يبقى امتى هنعرف الحقيقة يا طرى امتى هيكشفوا السطار يا طرى امتى هيتصرب مشوية معلومات هتجيلها اللحظة دي اكيد على فكرة برضو بخصوص موضوع الانتخابات الرئاسية المبكرة الاستاذ طرق العوضي كتب النهاردة وقال ان ما فيش انتخابات رئاسية مبكرة قالك الدستور ما عندناش مادة بيقول الكلام ده وقالك ما فيش انتخابات رئاسية مبكرة وقال ان الفقرة التانية من المادة 140 من الدستور الدستور بتنص على ان تبدأ انتخابات اجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما على الاقل ويجب ان تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بتلاتين يوم على الاقل من الانتخابات الرئاسية المقبلة وده نفس الكلام اللي قاله الدكتور ايمان نور تعليقا على كلام الاستاذ ياقر شوان لما قالك احنا هنفتح بس باب الترشح في اكتوبر او نوفمبر وقاله ان المادة 140 بتنص على فتح باب الترشح قبل الانتخابات موعد الانتخابات ب120 يوم ترجمة نانسي قنقر